أحمد للأسف ومن المحزن لا أعتقد بأنهم أظهروا أي رغبة أو أي استعداد لقطع دعمهم أولاً للميليشيات الشيعية في العراق وثانين الحوثيين في اليمن وثلاثة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس في غزة وأربعة حزب الله والأهم والأخطر حزب الله في لبنان إنهم ليسوا مستعدين لقطع دعمهم لهذه المنظمات حزب الله يمكنك أن تسمي حزب الله ذراعاً للنظام الإيراني لا يمكنك أن تفصل حسن نصر الله قائد حزب الله عن النظام الإيراني كل من يشاهده يعلم بأن حزب الله وحسن نصر الله يتلقون أوامرهم من طهران إيران لن توقف دعمها فجأة عن حزب الله لن توقف دعمها فجأة عن الجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس ولا حتى الحوثيين في اليمن والميليشيات الشيعية في العراق وتذكر أحمد هناك الآلاف من المقاتلين الشيعة من أفغانستان وباكستان والذين جلبتهم إيران أيضاً إلى سوريا ففي النهاية هذا نظام يشكل سياساته حول أيديولوجيته ما هي أيديولوجيته؟ هي نشر الثورة الإيرانية عبر الإقليم وعبر العالم وإفراغ الإقليم من أي تأثير غربي ودفع المسلمين السنة كالأردن ومصر والسعودية والإمارات دفعهم وفي النهاية أيضاً هدفهم الأكبر الإيديولوجي هو تدمير إسرائيل ولا يستطيعون فعل ذلك إذا لم يكن لديهم كل هؤلاء بما في ذلك حماس وحزب الله ومسلحين مع الألاف والألاف من الصواريخ والقنابل يحاصرون إسرائيل فأنا لا أرى بأن النظام الإيراني سوف يقف دعمه لهذه المنظمات الإرهابية المتطرفة